ايه ده معقوله هو زبون ممكن يتفش ده انا بشوف حاجات هقول لكم في زن ممكن اي عميل او اي زبون بيتفرج على المنتج بتاعك يتقبله في زن تاني مش مقبول خالص ماينفعش اعرض اي منتج خدوه اشتروه عشان خاطر اشتروه وانا بيشتروه اشتروه والله ده حلو جميل اشتروه اشتروه عشان خاطر اجماعة مش هيشتروه تمام؟ باللي انتو بتعملو ده مش هيشتروه محدش هيشتري بالزن انتي مفروض تعملي للمنتج بتاعك ايمة يعني ايه ايمة اعرض المنتج زي اما قلتلكم بصورة حلوة بكابشن حلو كده يكون لطيف ويكون بروفيشنال بتعرضي في مزايا المنتج بتاعك بس ماينفعش بقى لو مثلا نزلت بوست او عرضتو في اي وقت اجي بعد ربع ساعة ايه ده محدش خد محدش طلب اعمل ايه انزله تاني بعد ربع ساعة ايه ده محدش طلب برضو انزله تاني بعد خمس دقايق ايه ده محدش ايه 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 ده زن ده اسمو زن مش مقبول زن الناس خلاص هتفتكر على فكرة الناس عنادية اي عميل او اي زبون بيبقى فيه سنة عند لما بيلاقيك بتزني او مش عامل ايمة زي ما قلتلك للمنتج بتاعك مش هيشتريه خلي كده ليكي كده يعني تقل وانتي بتبيعي حقتك خليكي كده مترميش نفسك مش اي زبوني كلمت ده بكام اه اه خده خده ده جميله والله احايز او احايز اعملك عليه خصم خده بالخصم ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش خالص في التسويق اعملي ايمة لحقتك اعملي ايمة لك انتي لنفسك وانتي بتتعاملي مع اي حد يا جماعة ده واحد اثنين تلاتة اربعة مزياء واحد اثنين تلاتة اربعة سعره كذا لو مسلا فترة خصمات سعره كان قبل الخصم كذا وبعد اي خصم كذا فخلاص انت عايزه خده مش عايزه مش مشكلة فهمي اني مش فارق عندك اتباع ولا ما يتباعش بيني وبينك هو فارق انا عارفة انا حاسة كواس جدا بيكي وعارفة ان هو فارق بس قدام اي عميل ما ينفعش يحس كده ينفعش يحس انك رمي يا نفسك عليه دايما في عملة بيحبوا يشتروا الحاجة وهم حاسين ان هما كسبوها مش اشتروها انت كده مش هتحسسين ان هو كسبها انت كده هتحسسي ان هو خد حاجة انت دبستي فيها ولو حس واحد في المية انك دبستي مش هيتعامل معك ديني دا لو خد اصلا تمام كده بلازا نعمل كده نهتا نتقل كده على منطق بتاعنا قوي بلاش اسلوب التطفيش ده اللي في ناس كتير قوي بتتابعوا مع الناس بتحهم اهتمي بكل حاجة زي ما قلتلك خليكي بروفشنال وانت بتعملي كل حاجة بتاعتك اه التصوير طريقة كلامك طريقة اه عرضك لو هتعمل لوجو خليه كده اللوجو يكون يكون ملفت للنظر قوي كده للناس صدقيني صدقيني الرزق ده كله بايد ربنا انت بتعملي عليكي بتتعبي وبتعملي كل حاجة فما بوزيش بقى الحاجات دي كلها على حاجة قد كده خلطي فيها بلازا بلاش زان تمام يلا بايبون